السنفار الشديد يا أحمد خصوصاً أن إسرائيل بحسب تقديرات لوزارة القضاء الإسرائيلية تتوقع أن تنشر المحكمة العدل الدولية أوامر ضد إسرائيل فهو هذه الأوامر غير واضحة لكن إسرائيل تتوقع أوامر مثل إجبار إسرائيل على إدخال ممتعدات إنسانية أكثر إلى قطاع غزة أو إعادة النازحين الفلسطينيين إلى مناطف شمالية ارتفاع لكن طبعاً بإمكان هذه المحكمة إصدار أوامر أكثر منها وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التفجيرات الإسرائيلية هي أن المحكمة لم تؤمر بوقف الحرب على القطاع لكنها تتصدر عدة أوامر على إسرائيل أن تلتزم بها لكن هذه التفجيرات الإسرائيلية متفائلة هناك تفجيرات متشائمة أكثر تحذر من أن محكمة العدل الدولية قد تتخذ إجراءات ضد إسرائيل وتأمرها بوقف الحرب على قطاع غزة ولذلك سبق رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو الليلة الماضية جلسة محكمة العدل الدولية اليوم بإصدار فيديو بالإنجليزية فقط مدته أقل من دقيقتين يتحدث فيه عن أن إسرائيل لا تنوي تهجير سكان قطاع غزة من القطاع ولا تنوي إبادة أهل قطاع غزة هذا الفيديو تأمل لإسرائيل أن يؤدي إلى الضغط على قضاء محكمة العدل الدولية أو إلى إضاح موقف إسرائيل لأن التصريحات الإسرائيلية السابقة التي كانت في قطاع غزة منها تصريحات بن يمين نتنياهو كانت تتحدث بشكل كبير عن القضاء على أهالي قطاع غزة نتنياهو نفسه استخدم قصة ثوراتية في نهايتها قضية على الطرف الذي كان من أعداء إسرائيل وزير الأمن الإسرائيلي تعامل مع قطاع غزة على أنهم حيوانات وزير البنية التحتية الإسرائيلي وزير الطاقة الإسرائيلي الذي هو الآن وزير الخارجية إسرائيل كاتف عندما بدأت الحرب على قطاع غزة أصدر أوامر بحصار سام على قطاع غزة يمنع بمجبهة إدخال لا مياه ولا طعاب ولا كهرباء إلى قطاع غزة كل هذه الإجراءات وهذه التصريحات ليست التصريحات إنما إجراءات على أرض الواقع رأينا كيف فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا خانقا على تصاع غزة ولا يزال يفرضه حتى الآن ومع ذلك إسرائيل حجتها الرئيسية ستكون في المحكمة إن التصريحات هذه لم تكن مقصودة وأنه على أرض الواقع لم يجري تحقيقها هذا على الأقل للجعائد إسرائيلي أيضا ستحاول إسرائيل أحمل التأثير نفسيا على قضاة المحكمة العدل الدولية عبر الخول أو عبر إخضاعهم لفيديو الفضائع الذي تسميه إسرائيل فيديو الفضائع وهو فيديو يجمع ما حدث في غراف غزة في السابع من أكتوبر من ختل الإسرائيليين وتريد أن تعرضه على القضاء وعلى الدول في محاولة للتأثير على سرارها علاج بالصدمة كما يوثف في إسرائيل بالإضافة إلى انتداب قاضي هو القاضي أهارون براك الذي هو أحد الناجين من المحرقة وهرب من أحد دي جيتهات أوروبا قبل المحرقة بالتالي هناك محاولة إسرائيلية للتأثير نفسيا على المحكمة العليا ولو أن إسرائيل تتوقع أن تصدر هذه المحكمة أوامر حتى الآن من غير الواضح ما الذي سيكون تقفها لكن واضح أن إسرائيل تستعد لاحتمال أن تعمل هذه المحكمة ووقف إطلاق النار في القطاع